اشتركوا في القناة وكثيرا ما كان يقلب بصره في السماء ويأمل من الله عز وجل أن يحول قبلة المسلمين إلى بيت الله الحرام واستجاب الله عز وجل لدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكان يصلي الظهر في مسجد لبني سلمة على بعد خمسة كيلو من المسجد النبوي وفي الاتجاه الشمال الغربي وبعد رقعتين من صلاة الظهر نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة تجاه بيت الله الحرام وعلى الفور تحول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس من الرجال والنساء تجاه بيت الله الحرام وسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين ولا شك أن هذا كان ابتلاع عظيم واختبار من الله عز وجل للمسلمين بتحويل القبلة وكان أيضا اختبار لليهود ومشرك العرب وبطبيعة الحال كان هناك حوار ونقاش محتدم بين اليهود وعلى رأسهم حياء بن أخطب وبين المسلمين فقالوا لهم أخبرون عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى لقد تحولتم عنه وإن كانت على ضلالة لقد عبدتم الله بها مسافة ومن مات عليها فقد مات على الضلالة فقال المسلمون إنما الهدى فيما أمر الله تعالى والضلالة فيما نهى الله عنه فقال اليهود فماذا تقولون في من مات من المسلمين قبل تحويل القبلة فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى وَمَا جَعَلْنَا الْقِبِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ